في الفيديو ان شاء الله نتكلم عن السابورت فيكتور ماشين او الاس في ام. طبعا الاس في ام ده عبارة عن ماشين الارجوريزم بيستخدم في الاس في مستخدم في الاتنين في الكلاسفيكيشن وفي الريجريشن. بس هو ما اللي بيستخدم في الكلاسفيكيشن اكتر. اه الفكرة بتاعت الاس في ام ان انا مسلا لو عندي اه داتا سيت دوتس اللي هي احمر واخدر دي عبارة عن داتا سيت لناس كتيرة بحيث ان كل دوت فيهم عبارة عن فاليو للماس او الفاليو بتاعت الكتلة بتاعت او الوزن بتاعة الشخص وكل ما كانت الفاليو بتاعة الاكس اكسس دي كبيرة يبقى بنظر ان نقول التلاسفات الشخص ده اوبيس وكل ما كانت قليلة فمعنى كده ان الشخص ده نوت اوبيس اللي هو عنده سمنة او ما عندهش يعني ما عندهش يعني وزنه ازايد او لا. طيب اه لو انا عايزة اعمل كلاسفيكيشن يعني عايزة اقول ان انا عندي لاين وكل البيونس اللي هتبقى على يمين اللاين ده اوبيس واللي على شماله نوت اوبيس فلو فرضنا مسلا ان انا بشكل ما عملت الاجوريزم الدين اللاين ده فاللاين ده هيديني النقطة يعني هيتحطي كده لو جاتي البيونت اللي هي لونها اصفر دي اه فطبعا بما انها موجودة على يمين اللاين فاكد طبعا اه توبي كلاسفيد اوبيس اه لكن على شمال اللاين فالمفروض ان ده دلوقتي لا سوري يعني بيزد على اللاين ده هي هتحط كده تبقى اوبيس طيب افرد ان انا جبت لاين تاني حطيته هنا فيبقى في الاخر اللونها اصفر دي هي طبع النقط اوبيس يعني مش عنده سمنة طيب وبعدين انهي واحد فيه موصح انهي مكان للخط ده هو الاصح فالهي دي فكرة الاس في ام ان انا عايز اجيب احسن خط بيدسكرمينات بتون تو كلاسز او موجود في نص المسابة بالضبط بين تو كلاسز فالمفروض ان الخط ده هو احسن من خط ده لان ده كده خطه خلاص بيهما كلاسيفقشان عادي لكن بيبيه نسبة الرر لكن ده بيكون نسبة الررق ليلة جدا او ان هو بيقدر بشكل اكريم طيب افرض ان انت عندك بتاحتك عوارة عن تو فيتشير مثلا الاكس وان والاكس تو او الماس مثلا والهايت يعني مثلا كتلة الشخص والوزن والطوله فطبعا بيدري دي دي ست وانا في الاخر بيبقى عندي الناس اللي موجودة في رنج ده ممكن اقول مثلا عليهم أوبيز أو الناس اللي موجودة عليهم نوت أوبيز مثلا على حسب اللوجيك بتاعة فلو أنا عايز أجيب طبعا ممكن يبقى اللاين ده تمام فأنا مش عارف أنه اللاين هي بقى صح فاللي بيحصل إيه بقى في إن هي بتبدأ تختار حاجة اسمها سبورت فيكتورز يعني سمبل أو اتنين من الكلاس الأولاني وسمبل أو اتنين من الكلاس التاني مثلا بوينت الحمرة الاتنين حمرة دول دي سبورت فيكتورز تبع الكلاس الأحمر والاتنين الأخضر دول دول سبورت فيكتورز يعني اتنين كده بيعملوا فوتينج أو ان خلاص مشان اللي هشارك معاك في المسألة ودول بنسميه بسبورت فيكتورز وبدأ أرسم خط مستقيم يوصل ما بين الاتنين دول وخط مستقيم يوصل بين الاتنين دول بحيث إن الاتنين دول يكونوا بواس وقع فالهايبر بلين اللي في الآخر أو خط الفاصل أو كلاس فاير اللي هيكون في الآخر هو الأصح هو اللي يكون موجود في نص المسافة بين الاتنين دول طبعا إن أنا مش بختار أي سبورت فيكتورز لأ أنا بختار الحاجات اللي هي يعتبر على الحرف يعني على طرف الكلاس ده وأقرب الكلاس التاني طبعا اخترتش دي مثلا ولا اخترت دي لا اخترت دي ودي لأنهم أكتر اتنين ايه على الحدود كده بالنسبة للكلاس اللي هو الأخدر يعني ويعتبر هي الأقرب للكلاس الأحمر ويتبعا الأحمر دي برضو هي ما اخترتش لدي ولا دي ولا دي اخترت دي ودي لأنهم أكتر اتنين قريبين من الكلاس التاني فيه ديال فكرة بتاعت ال svم إن أنا ببدأ أختار سبورت فيكتورز برسم two lines آ آ آ آ آ آ متوازن ما زيبروا بعدين برسم خط في نصف المساعدто بينهم فأنا عايزة أجيب الخط اللي في نصف المساعدة بينهم أجيبها إزاي فدي فكرة ال svb آ آ آ آ طبعا في حاجات ماسماتك اللي هنقولها بس إيه واحدة واحدة طيب اللي إحنا عايزين نقوله هنا إن ال svm بتاعتي بتستخدم فيه اللينيار في عندي نوعين من الSVM linear SVM و non linear SVM linear هي ان بتكون الداتا عندي linear يعني اصلا ينفع ارسم خط لكن في بعض الداتا ما بيبقاش ان انا سهلة ارسم خط زي مثلا لو كان واضح هنا في مثال قريب خلينا شوف مثال مثال مثلا لداتا زي كده داتا دي لو انا ما جيت ارسمها مش هتبقى يعني مش هعرف اجيب خط فوصل ما بين الازرق والاخدر مش هعرف في بعض الداتا مش بعرف ان انا حط ما بينها خط فبنسمي المشكلة دي non linear يعني مش هقدر اعمل لها مش هقدر استخدم خط طبعا الحاجة دي لها حل ماسيماتيكا اللي يعني بس ايه لما نيجي فوقتاني بقى نشرحها بس ايه دي الفكرة ان انا عندي نوعين من الSVM SVM بتعامل مع المشاكل linear و SVM بتعامل مع مشاكل non linear طيب نشوف نشرح طبعا linear الاول طيب ابدأين بس بمبدأ شرحة هنقوم شوية كده او شوية يعني مصطلحات النقطة دي اسمها support vector النقطة دي اسمها support vector المسافة اللي بينهم دي اسمها maximum margin يعني المسافة اقصى مسافة موجودة ما بين ايه support vectors الخط ده هو الخط اللي بنسميه postive hyperbolein او اللاين اللي بيكون تبع الكلاس اللي هو postive وده negative hyperbolein الخط تبع class negative واللي في النقطة ده اسمه maximum margin hyperbolein او maximum margin classified اوكي طيب اه بنعمل ايه مبدأيا كل خط بيبقالو اا يعني مسلا equation بتاع خط ده اسمها احنا ما نقول انا بقول ان ال y y بتساوي wx plus b اوكي طبعا ال y دي هي انا تبعني class اوكي اا فانا لو انا تبع class postive مثلا او class اللي هو اللونه احمر ده فال y بتاع تبقى 1 هيبقى wx plus b equal 1 لكن لو انا تبع class negative او class اللونه اقدر هيبقى wx plus b equal negative 1 يعني w بتاع تبقى minus 1 طيب انا بقى عايز اجيب الخط المستقيم او الخط اللي موجود في نص المسبة بين الاثنين دول فاللي هيحصل ان انا هطرح الاثنين دول من بعد اوكي لان دول يعتبروا في الاخر factors ان انا اصلا عندي points عندي features كتيرة طيب فلو انا عايز اطرح الاثنين دول من بعد لو انا عايز اطرح الاثنين wx plus b wx plus b equal 1 wx plus b equal minus 1 لو طرحتهم يعني ونفرض طبعا يعني عايز بس اقدي ان ده اللاين الاولين واللاين التاني فقلت مسلا دي اسمه x2 دي اسمه x1 ون wx plus b equal 1 wx plus b equal minus 1 اطرحهم هيبقى عن wx plus b minus wx minus b لان انا عايز بقول minus بقى الاثنين يعني هيساوي 1 minus minus 1 ف wx plus b عايز عندي plus b و minus b هترح مع بعض عندي wx 2 minus wx equal 1 minus 1 يعني 1 plus 1 اللي هي 2 اوكي 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 فلو خدت مسلا الو عمو المشتركة عندي w مضروبة في x2 minus x1 equal 2 الفكرة ان اللي انا عماته ده كله عبارة عن المسافة اللي موجودة ما بين الصبورت فيكتور دي والصبورت فيكتور دي فالمسافة مش لازم تكون عمودي يعني مش لازم الخط ده يكون عمودي على الخط ده فلو انا عايز اجيب المسافة بحيث ان هو يعني من ساعات بنسميه محور التمايس اللي او بنسميه اللي هو المسافة المسقط يعني تاعت النقطة دي على الخط ده بنعملها بالنورم بتاع ال w فيبقى الويت على النورم بتاع الويت مضروبة في x2 minus equal اتنين على الويت فيعتبر اتنين على الويت دي هي المسافة العمودية ما بين ال2 support factors الاثنين على الويت فانا عايز اعمل ايه عايز اخلي المسافة دي اكبر ما يمكن يعني ما احط ش الايه يعني عايز اختار ال support factors اللي هي اكبر مسافة ما بين الاثنين دول فانا عايز maximize ده يعني عايز خلي اتنين على اتنين على نورمو بتاع الويت اكبر ما يمكن. فاللا يحصل? اللي يحصل ان انا عايز اماكسمايز الاتنين على الو. وتبقى هي هيها ان انا عايز اماكسمايز الو على الاتنين. اوكي? فانا احاول احاول لماكسمايزيشن بروبلم لان بالنسبة للماس او الموجودة فيه فيه حلول كتيرة لماكسمايزيشن بروبلم فانا احاول لماكسمايزيشن. طبعا لو انا كبرت اتنين على الو هيا كيانا صغرت الو على الاتنين. اه فهنا اعمل بحيس ان انا الفانكشن او الفانكشن انا عايز اعملها المنزيشن عبارة عن الو على الاتنين. طيب. اه فهيحصل ايه لو انا خلي قلت بدلا ما انا مميزي النص دابلو هعمل مميزي نص دابلو سكوير. بتهيالي هي اياها. عادي. اه دي حاجة بس تابع المسل. لان انا لو عشان اعمل محتاجة اعمل زي حاجة اسمها اه فالديفرنشيشن معناه ان القص اللي هنا ينقص وينزل. فالاتنين دي هتيجي هنا. فالاتنين على الاتنين هيبقى واحد ويديني دابلو. لكن لو الاتنين دي مش موجودة بتاع دابلو هيبقى ايه? هيبقى مسلا نص. فالدابلو مش تبقى موجودة معايا في المعادلة. وانا اصلا عايز اجيب قيم الدابلو. عايز اجيب قيم الدابلو اللي هي اصغر ما يمكن. عايز اجيبها. لازم تكون موجودة معايا في المعادلة. فبتصرف يعني قلنا ما فيش مشكلة لو هنمينمائز الدابلو على الاتنين هي لو عملنا منمائز الدابلو سكوير على الاتنين. طيب. السؤال بقى انت عايز تمنمائز النص دابلو نص دابلو سكوير او نص الويت سكوير. ايه الكنسترين اللي عندك? ايه زي ما انا انا ما عايز اماكسمايز او عايز امينمائز. ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هنا. ولا المسافة دي تكون هنا. لأ انا عايز انا بخطين دول. فانا جيبنا الخط ده. والخط ده انا عايز الويت. فانا بمين? بالاتنين دول. فده كونسترين بتاعي. ان انا مش عايزة اعمل اللي هي عايزة منيمايز حاجة. وخلاص. تديني زي ما تديني. لأ. عم بيبقى عندي كونسترين. لاندي انها limitت بال". وال научيος يكوىى والان. طبعا في الماسمية يعني وانا شغالها في المنوازشة م finding hair muscles. ما انفعشي نادرا ما بحط الاتنين كونسترين يعني. فانا عايزة يحط الاتنين مع بعض في نفس الحاجة. يعني انا دلوقتي عندي الكونسترين الاولين WXB اكبر من او ساول واحد وهنا WXB اقلي من او ساول واحد. طبعا يعني هو يعني يفضل ان انا بقى فيه عندي اكبر او اقل فالمعدة هنا عندي بتساوي واحد فخلينا اقول ان هي بتساوي واحد اهي بس اكبر من او يساوي الواحد اوكي وهنا بتساوي ماينس واحد بس اقل من او يساوي ايه الماينس واحد فانا عايز احط الاتنين كونسترين دول في حاجة واحدة بس لو انا جيت مثلا WX plus B دي وضربتها في الويت في الواي قصدي الواي دي اللي هي ايه بتبقى بساوي واحد هو هواه لتنين دول. بس لو انا ضربت كل واحد فيهم في الواي. في الاخر عندي كونسترين عبارة عن الواي دابلو اكس بلاس بي اكبر من قصة الواحد. والمينمازيشن فانكشن اسمها نص دابلو سكوير او نص دابلو في الدابلو. طيب ايه بتحصل لو انا عايز اعمل طبعا فيه مينمازيشن بروبلمز كتيرة من ضمنها الاجرانج ملتبلاير او 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 دي بتعمل ايه بقى بتقولك انت حطي المينمازيشن فانكشن او الوبجيكتف فانكشن عندك ناقص ناقص برامتر اسمه الفا وبعدين تحط الكونسترين عندك في المعادلة. يعني الوبجيكتف فانكشن ناقص الفا مضروة في الكونسترين. لو معنا الكونسترين ده الواي دابلو اكس بلاس بي اا وي مضروة في اا دابلو اكس بلاس بي اا كتاكبر من اقسال واحد هي الواحد اللي هنا دي لو جبتها هنا هتبقى بال-1 يعني هضيف-1 للطرفين هنا يبقى عندها-1 وهنا يبقى 0 فالكونسترين بتاع ممكن يتحول ليه وي دابلو اكس بلاس بي-1 اقسال واحد زيور لان اللاجرانج لازم ايه ان انا اقبقى اكبر من الزيور. طيب البتاع دي او الكونسترين ده سريع على ايه سريع على كل الاي على كل السامبلز اللي عندي. فاللاجرانج لازم اتبقى نص دابلو سكوير مينس الالفة في الواي اا دابلو اكس اا وي مضروة في الدابلو اكس بلاس بي مينس وان فور اول اي. طبعا فور اول اي دي انا ممكن احاولها السميشن. بعنده نص دابلو سكوير مينس السميشن على كل السامبلز. الالفة واي اا دابلو اكس بلاس بي مينس وان. طبعا انا لو حاولت ادخل الالفة على الترم ده وادخل الالفة على الترم ده يعني دخل الالفة على الجزء ده. هايديني حاجة زي كده الالفة اتدرب في الواي دابلو اكس بلاس بي. وبعدين الالفة اتدرب في الواحد. طبعا انا هنا مينس وهنا مينس فهتبقى بلاس. اوكيي. الحتة دي هتبقى بلاس. لكن هنا عند مينس والبتاع دي بلاس فهتبقى هنا مينس حادي. فده يبقى شكل بتاعي. انك استبقى ان انا اعمل اعمل من نسبة لحيات اللي انا عايز اجيبها. عايز اعمل للو وعايز اعمل للباس. انا عايز اعمل للو هلاقي ان انا عندي الترم ده في و. والترم ده في و. والترم ده ما فيهش. طبعا ده مش هيبقى في ايه? اي فالي. بتاع نص عبارة عن دابلو. اوكي? اا يعني الدفرينشيشن بتاعه بنسبة لدابلو بيساوي دابلو ماينس. انا اعملها كده احسن. ده لما عمله هيبقى عبارة عن دابلو ماينس. ما دي بقى الدفرينشيشن بتاع الترم ده. طب و دي الدفرينشيشن بتاع عبارة عن ايه? اه هو هو الالفا واي مضروبة في البي. الالفا واي مضروبة في ال ايه? دابلو اكس. فلما الالفا مضروبة في البي دي طبعا ما فيهش دابلو فهنشيلها خالص ما كاننا ما جاش. انا عندي كده. الفا واي اا اكس دابلو. هيبقى عبارة عن بتاع الالفا واي اكس اوي. اوكي? فهتبقى عبارة ولاخر بيستوي زيور فكأن هي ايها ان الدابلو اصلا في الاخر بيستوي سميشن بتاع الالفا واي اكس اوكي. طيب. ااااااا لو عايز عمل بالنسبة ليه البيز الترم ده ما فيهوش الالفا لو ضربتها هنا ما فيهاش الالفا لو ضربتها هنا فيبقى عندي بتاع الالفا هيبقى بيستوي 0 ده الالفا التاني بالنسبة للبيز يعني لو جبت كمت الالفا هتعرف تجيب البيز وهنا برضو لو عارفت تجيب الترم بتاع الالفا وي اكس هتعرف تجيب الويت فانك استيبت ان انا حاول اجيب قيم الالفا عشان نعرف اجيب الويت واحاول اجيب قيم الالفا عشان نعرف اجيب قيم البيز فطبعا دي لها معين برضو أو خطوة معين انجنرال يعني لما بنيجي نجيب كم الالفا بصرف النظر نجيبها لزي لسه بس دايما بتبقى الالفا عبارة عن قيم عند السابورت بكتورز اللي كان دايما بصفار عند اي فاليو تانية يعني هتلاقي هنا الالفا بستة من عشر وثمانية من عشر هنا بواحد واربعة هنا بصفر صفر 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 ودي برضو بصفر صفر 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 فماسيماتيكا اللي يعني بنلاقي ان في الاخر الالفا صفر 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 صف الاسفين في منه تلات انواع في حاجة اسمها هارد او ماكسيمم نحو في منه تلات ادواع ماكسيمم مارجين كلاسفير وسبورت فيكتور كلاسفير وسبورت فيكتور ماشين. ماكسيمم مارجين كلاسفير هو ان انت عندك سامبلز ومافيش حاجة اسمها او بتاع. انا متأكد ان كل اللي على يمين ده ازرق وكل اللي على شمال ده اخدر. ولو سمحت تطلع لخطه خلاص كده. فده بنسميه هارد مارجين ان انا بعمل ومش بكونسيدر اي ارور او بكونسيدر اي مشكلة عندي في الاتب. ولكن السبورت فيكتور كلاسفير ده اسمه ان انا بعمل حاجة اسمها سوفت مارجين وان انا بيكون عندي حاجة اسمها اوتلاير هنا. اوتلاير دي ان هو سامبل تبعا لون الاخدر موجودة هنا. وانا عايزة اكلسفاي. فلازم ان انا اكلسفاي بس ببقى عارفة ان انا عندي ارور. وببقى عايزة ان انا اطلع لكلسفير بيمينيمايز الايرور. يعني كلسفير هو تمام في نص المسافة. بس لايريت لو عرفت ان انا في الاكوشن بتاعتي اكونسيدر ايه نسبة الايرور دي ان انا قل له. اه طيب. لكن السبورت فيكتور ماشين ده اه ده المست جنرال فورم اوف الكلاسفاير او الاس بيم. اه بحيز ان هو بتعمل مع نان لينير. ونشوف بعد شوية بتعمل ازاي. طيب. اه فانا عندي هارد مرجن وعندي شفت مرجن. الهارد مرجن ده اللي احنا قلناه. لكن الصوفت مرجن هو ان انا عندي اوتلاير عندي فيه الات. ازاي بال اوتلاير? انا بكون عندي ده تعادية جدا اهيه اللي هو كل ده احمر وكل ده رصاصي بس في عندي واحدة رصاصي هنا. طب انا يعني هعمل ايه? فاللي بيحسن ان الكونسترين بتاعك بيتغير بقول ان انا اه انا بس خد بالك ان انا عايز اكونسيدر اه 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 هضيفه عندي في المعادة. اه بحيس طبعا ان الواي ان الواي اكس بلس بي اكبر من الواحد ماينس الزيتا دي. اوكي? فدي الكونسترين اللي هيبقى عندي. وطبعا الوبجيكت الفونكشن اللي عندي تتحول برضو هضيف عليها ترم تاني اسمه كل الاروز اللي ممكن تيجي انا تيجي تكل الاوتلايرز. اه والسي ده عبارة عن ترم او برامتر انا يعني عبارة عن ويت بيقول ان انا قد ايه بيكونسيدر ان انا عايز اه مهتم ان انا اقلل الارو يعني ممكن ممكن ان انا خلي السي ده بزيرو. وبالتالي فانا احاولها لسوق الهارد عادي. لكن كل ما غير السي او اكبرها يبقى انا بدي ويت لموضوع الارو اكبر ان انا عايز على قد موضوع اقل الارو. اوكي? طيب. اه دي شكل الوبجيكت الفونكشن وشكل الكونسترين في فكرة الاوتلاير. فانا عايزة منومايز ايه? عايزة منومايز البروبلم دي. عايزة منومايز النص دابل سكوير زائد السي سميشن اوف الزيتا. او السيجما ما يعني اي حسب احنا اي نطق يعني. ففيه ناس بتقولها زيتا وفيه ناس بتقولها سيجما. فزائد السميشن بتاع السيجما ويكون سترينز اللي عندي ان انا عندي ده. ده كده. لو حاولت اجيبه هناك بحيس ان انا عايز اوصل الزيرو. اه فيبقى عندي الاين و ض بي. ماينس اون بلس السجما اقبل ساوي الزيرو. طبعا لو خليتها واضرب لك يا عايز ثو confidently اكي? اهال. فده كونسترينella اللي عندي ان انا هكضت السجما عندي في المعادلة. في نفس الوقت اقبل عندي كونسترين تاني بيقول ان الاررو ده أصلا لازم يكون اجبر اكبر من الزيرو. يعني لازم يكون عندي اررور. يعني مش لازم يكون عندي اررور قصلي. لازم الارر يكون باليوبوزدف بش حاجة اسمها يقرر بالنيجاتف يعني ولو حاولت أخلي الكونسترين ده إنه يكون طبعا أكبر من الزيرو عايزة أخليه أقلي من الزيرو يبقى مينس السيجما أقلي من الزيرو دولتو كونسترين زي أنا عندي لو عايزة أطبق الكرانجي ملتبلاير على المعدة دي عندي نص الـ W سكوير زائد الـ C مضروبة في السميشن أو في السيجما ويرو كوندشن متاعي عبارة عن 1- السيجما وعند كونسترين تاني اسمه وماينس السيجما طيب بنعمل إيه في اللاجرانجي إن أنا بحط الـ Objective Function عادي نص الـ W سكوير زائد الـ C سميشن السيجما زائد عايزة أحط بقى ألفا على كونسترين ده وبيتا على كونسترين ده زائد ألفا الكونسترين اللي هو ماينس مش عارف إيه كذا 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 السميشن من واحد لإن آآ ناقص الـ Cونسترين ده اللي هو السميشن أوف اللي كان سيبقى السميشن أوف السيجما بس كل واحد فيه مضروف في بيتا أوكي طيب هعمل بعد كده بالنسبة للـ W بعد كده أعمل بالنسبة للبيتا بالنسبة للبيتا بالنسبة ليه الـ W هيبقى دي شكل المعادلة لو عملت البيتا بدأ شكل المعادلة ودي هنا بدأ شكل المعادلة الآن ظهر لي في الآخر إن الـ W بتساوي السميشن أوف الألفا واي إكس وهنا الألفا واي بتساوي زيرو وهنا الـ W بتساوي ألفا زائد البيتا وجنر اللي هتلاقي دايما البيتا بزيرو يعني طيب دي دي إزاي بيتعامل مع والمفروض برضو إن بفيه عندي مسائل لو أنا عايزة جيب عايزة أخذ مسائل مثلا إزاي اتعامل مع أو إزاي جيب كامل ألفا عشان عارف أجيبي الويت طيب عايزين نشوف برضو شكل الـ S-V-N هقول طبعا النينيار دي معناها إن أنا عندي كده عندي 2 features X و Y ولما برسم 2 features اللي هي مثلا الماش والهيط مثلا أي أي 2 أي 2 features بيبقى شكل الـ Data كده وتحس إن هي مش هينفع تعمل بلاين فأبصر حاجة إن أنا أروح عاملها سيركل وأقول إن أنا أي حد جوه سيركل فهو لونه أخضر لكن أي حد برا سيركل هو لونه أزرق فاللي حصل لغض الوقت إن أنا عملت كيرو عشان أدسكريمي بتاعته والحاجات دي كلها بتبقى مش 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 يعني وبتبقى التفاصيل بتاعتها أعقد من اللاين فجنرالي بنحب إن إحنا نحول أي نان لينيار كلاسفاير نحاول لو قدرنا نحاول إن إحنا نحاوله اللينيار كلاسفاير فإزاي أقدر إن أنا أحاول الدايرة دي أو إن أنا أحط لين بيدسكريمي بتوين الفكرة إن إحنا دلوقتي شايفين السامبلز دي إن هي نان لينيار لنتيجة إن أنا أرسمها بيزد على الـ لكن لو عرفت أجيب الـ اللي هو مثلا بيعمل أي حاجة في الـ بيخلي مثلا زد عبارة الـ تربيع وي تربيع هقدر إن أنا ممكن أشوف الرسمة بتاعتي بالمنظر دا لو رسمتها بيزد على إن أنا مثلا الـ وزد مش الـ وي هتبقى كده وساعتها هقدر إن أنا أرسم لين بيدسكريمي بتوين يعني عبارة عن العلاقة من أي بيرحمة ديني ممكن يديني هايبر بلين لينيار دي برضو مثال تاني إن أنا عندي هنا لو أنا مثلا عندي حد بياخد نسبة جرعة معينة من الدواء وكانت الجرعة دي في المستوى العادي هيخف لكن لو زود عن الجرعة غير اللي الدكتور قال عليها أو قلل حيث إن هو كأنه ما خدش فكده مش هيأثر يعني التأثير بتاعنا هيكون قليل اللون الأحمر ده بيربزنت التأثير واللون الأقدر بيربزنت إن التأثير نورمل والدوستج دي معناه الفاليو نفسها مثلا الفاليو مثلا جرعة في اليوم جرعتين في اليوم أو مثلا في الشهر تلاتة أربعة خمسة كده دي مثلا عشرة 11 12 فدي كمتة الفيتشر ولكن في الآخر إن أنا ببدأ ألونهم بيزد على المنطج بتاع الحاجة إن الأقدر كل الفاليو اللي في الأقدر دي معناها إن هي كده نورمل أو التأثير بتاع العلاج هيأثر يعني فلحظت إن أنا عشان بينهم عملت سيركل إن أنا أقول كل الحاجات اللي جوه سيركل إن أقدر أو التأثير بتاعها نورمل غير كده التأثير بتاعها معدوم فمعرفتش إن أنا أكلسفاي الحاجة إن هي تبقى بلاين فلو حاولت إن أنا أرسم الدوسيج بتاعتي بحيث إن هي تبقى الإكس ورسم ديمينشان ثالث اللي هو الواي هلاقي إن اللون الأخضر بقى هنا وده اللون الأحمر بقى هنا وأقدر إن أرسم يعني ينفع إن أنا في النص ما بير هي دي الفكرة بتاعت الإزاي بتقدر تحل مشكلة النان لينيار أو دي وجهة النظرة اللي هي هتمشي عليها يعني فاللي بيحصل إن إنت زي ما إحنا شايفين طبعا بنبدأ إن إحنا إيه طبعا بتهلي معايا فيديو هنا نشوف أحسن آآ 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 مثلا لنا عندي هنا نقط أحمر ولون نقط أزرق مش عارفة ما بينهم بلايك بسيركل أنا أحاول أرفع سامبل زي أنت أن أنا أوصل لهم منظور تاني وهلاحظ إن كل اللون الأحمر ترفع لفوق كده والأزرق بقى تحت فقدر إن أنا أحط السيرفز ده أو الهايبر بلين ده هو اللي بيفصل ما بين الحاجات ده إيه ده أبدأ عايبق عندي حاجة اسمها ترانسفورميشن فانكشن إن أنا أبدأ أحول السامبلز اللي عند اللي دومين تاني أقدر إن أنا في الآخر أول إن أنا عرفت أكلسفاية الدنيا دي السامبلز زي ما احنا شايفين هنا فعملت بشكل كير طبعا إكس واي فحاول أحولها بحيس إن أنا أعمل حاجة زي ما قلت زي مثلا يساوي تربيع تربيع أعمل أي حاجة في كتير في الآخر ألاقي إن أنا أقدر إن أنا سابرت بهم بضهاي ببلين طيب لو الداتا لما بيكون موجودة في الشكل العادي بنقول إن هي موجودة في بعد ما أعمل فيها معا بتروح لل إن أنا ببدأ إن أنا أعدل فيها حول الهير دا يوم طيب أي أنواع عندي عندي في أنواع كتيرة يعني إن دي عبارة عم فونكشن أنا بنفسها على الإيموت اللي جاي لي بحيس إن أنا أخلي داتا تروح من lower dimension إلى higher dimension طيب أنا بكون عند 2 دي وطبقتي كان الفونكشن بيرح مديني إن أنا آآ مقادر أشوفهم يعني طبعا الفونكشن دي كل فونكشن لها معنا يعني مش مجرد بس إن أنا بس كوير أو إن أنا بجيب تالت وبتعل كل واحدة فيهم بيبقى لها تسك معينة بتشوف الداة بمنظور معين بتعتمد على الميم بتعتمد على الحاجات معينة لها علاقة بالداة اللي عندي في الآخر عشان تبدأ تشوفها بمنظور تانية وبالتالي بيكون عندي برامتر زي مثلا C والجاما والأر والدي حاجات ممكن تظهر فيه كل فونكشن يعني كل طيب طبعا عند شكل دينيا لو انا حولتها هي الفكرة بس ان الكرنل فونكشن دي لها بعض العيوب وهي ان هي اولا انا ما عنديش فونكشن معينة تقول لي ان الفونكشن مثلا ولا نفرض بتستضم في الامج والسيجموية بتستضم في الفيديو مفيش حاجة معينة ثابت فاللي بيحصل انت عشان تحل مشكلة النال لينير محتاج تعدي على اكتيفشن فونكشن كتيرة او كتيرة شوف مين فيهم اللي بيديك احسن نتائج تمام فهو بفكرة انه بياخد تاني حاجة اكيد طبعا تلا ما ياخد فأكيد بيعمل بيبقى فيه بياخد وقت وقت وبياخد ريسورس ان هي بتاخد وقت وبتاخد وان ما فيش standard generalized simple rule available describing what transformation function should be applied specific can ده تاني طيب طبعا ده برضو بيشتح الكنل هنا تاني بيقولي طبعا بحط الكنل بيدينا هاي ببدأ اطبق على كده طيب لو انا اخد بس مثال ال ترانسفورميشن فونكشن دي ان انت بيكون على اكس والواي فبتعمل اكس تربيع root اتنين اكس واي وبعد كده الواي سكوير فاتحولتها من لسري دي بحيس ان السري دي عبارة عنك بتعمل حاجات معانا على الاتنين الداخلين اكس تربيع root اتنين اكس واي تربيع طبعا اللي حولت بفاليوز مثلا جبن الاكس باتنين والواي بتلاتة هتطلع على مثلا انت عندك اتنين وثلاثة بس السري دي مش المتاح عبارة عن اربعة وستة جزر اتنين وتزعة ليلة انت عملت الاتنين تربيع اكس تربيع واده عملت الواي تربيع وعاكين عملت هنا root اتنين في الاكس وي بقى عندك اربعة وعندي هنا تسعة وعندي هنا جزر اتنين مضروبة في اتنين في ثلاثة اللي هي جزر 6 مضروبة اتنين في ثلاثة اللي هي 6 يبقى 6 جزر 2 مهم بنرسم بقى السيجنال دي وفي الاخر بنشوف بنطبق الاس بم عشان تسكملت ما بينهم دي انواع ال او اشهر عندنا في الاس بم linear و بلينوميا و و ان و جاوس و ده اللي بتعمله linear بتعمل بس dot product ما بين two samples البلينوميا بتعمل dot product بس بيكون في power للمعادلة البلينوميا اللي في منها homogenous و n homogenous يعني اللي انا عملتها دي homogenous بحيس ان كل الترمز بيبقى لها نفس الباور لكن هنا عندي بضيف term c زائد x x transpose y زائد باور فتلاقي كل ده لو باور بس c ده عبارة عن رقم constant يعني ف طبعا c لو كان بزير فانا خلاص بقيت homogenous لو c كاب بزير والq كاب واحد فانا بقيت linear كده يعني وطبعا لو q كان بث نين فانا ده اربعية ده بس مثلا هنا بيبقى لك شكل ان كل ما غير شكل c بيبقى الى حد ما بتكبرها اكتر بتكون انت بتجيب تقدر تجيب على قد ما تقدر احسن hyperplane قيم ال-c الصغيرة بتعمل حاجة اسمها overfitting ان انا بيبقى حافظ او مش فاهم ما بطلعش line بيبست represent data طيب ده شكل جوس كرنل ده شكل السجمويد اوكي بعد كده السؤال هل ال-svm احنا خلاص عرفنا ال-svm يشتغل في يعني ينفع يعمل لسامبلز اللي اكتر من يعني انا مسلا دلوقتي كل اللي عملته ان انا عندي قلت انا ايه الشخص او نط او حد عنده المرض او ما عندوش يعني بس اللي يعني يعني فهل ينفع ال-svm نستخدم في حاجات مش بايناري اللي هي multi class classification فالاجابة او ولكن بتصرف يعني بنحاول ان احنا ايه نتصرف يعني طبعا فيه طريقتين 2 techniques اللي هي 1 vs 1 لو فرضنا مثلا ان عندي ال-sambles دي عندي data فيها بعايز اكلصف الشخص اللي قدام ان هو عنده كوب 19 ولا فيه positive negative نو سيم بتمس حد ما ظهرش عنده الاعراضة وبالتالي ما دخلتش ان انا حلله يعني ممكن حد مسافر حد ما لسه ما شفتش علي اي حاجة او محطوش تحت الملاحظة لكن في حد تاني جيت حللته وعرفت انه بزد او negative طيب عندك فانا عايز شوف ال-s ممكن تعمل مع حاجة زي كده ازاي فاللي بيحصل ان احنا بنعمل حاجة اسمها هو ان انت انا عندي كل سامبل السامبل الاولية التانة التالة الرابعة معرفش دول كام سامبل مثلا 1 2 3 4 5 ستة سبعة تمانية عندي مسلا تمانية سامبل هنا 1 3 4 5 6 7 8 عن تمانية برضو 1 3 4 5 6 7 8 9 عن 9 المفروض يكون عندي تابل في كل بتاعتي بحيس ان ودي الواي فيها تمانية سامبل بيقولوا كذا وتمانية تانين بيقولوا كذا وتمانية تانين بيقولوا 9 بيقولوا ان انا كلاس كذا فابدأ احنا حط مثلا ده 0 ده 0 ده 0 وده 1 1 1 1 وده 2 ده العادي يعني ده المنطقة لانا عم 3 فاللي بيحسن انت بقى بتبدأ تاخد الجدول ده كله وتعدي على 3 حاجات 3 3 انواع يعني لو انت 3 فانت بتعمل 3 حاجات انا بتكلم عن 1 وانت تابل وتبدأ تعمل فيه 3 حاجات دول لان انا عن 3 تبدأ تخلي كل سامبل عندك بتقول انا مش مهتم بان انا انا عايز اقول ان انا انا احط كل ده كل ده 1 1 1 لان ده كلاس بتاع البوستف وده كلاس بتاع النيجاتف وده كلاس بتاع النوس اوكي ما عرفش هو بالله بانت شير ازاي يعني طيب فهيبدأ يخلي السامبلز دي كلها دي 0 0 كل السامبلز اللي انا مش بوستف 0 واي سامبل بوستف بتبقى 1 يبقى عنده الاخر 0 1 بس انا عندي هنا 0 1 0 0 وده 1 1 الحاجات اللي بوستف هتبقى ايه تبقى 1 بس طبعا دي ده شكل الرسمة دي اه الجدول ده انا افرض ان هو بدل بدل ما عندي تمانية وتمانية وتسعة عندي بس هما الاربعة سامبلز دول السامبل الاولية بوست والسامبل التاني اتنين اللي انت شايفينه ده فانا هبدأ ان انا ابدأ ابص على السابق الاس فين فعمل الجدول ده احطه كده وحطه هنا واحطه هنا واقول ان انت ادوات مهتمة بالبوستف بس الترينينج فور البوستف بس فخلي ان ده 1 والده 0 وده 0 الترينينج فور النجاتف النجاتف اللي هي دي خلي وابدأ اكلاسف وابدأ اشوف ان انا يعني دوقات خلاص عملت ايه بتبدأ تجيه لسامبل جديدة اللي هي مثلا السامبل دي اللي انا بيعملها بالرمز هنا x بيبدأ ان هو يدخل السامبل الجديدة على ويتلاقي ان هو طبعا كان لما تعلم مع الداتا دي هنطلع الخط ده وابعدين بص على x لان موجودة فين علي من الخط فاللي هيحصل اللي هيحصل ان انا عندي هنا مثلا اللي هو اللي هو اللي هو في الاولينية اللي انا اشغال فيها دلوقتي طلع ان ال x دي موجودة مش positive يعني هي هنا او هنا او او يعني انا معرفش يمكن تكون negative او no symptoms اروح 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 التانية هلا ان لما عملت كده و x طلعت اليما دي يعني هي ايه ما بقتش تابع النو بقت اي حاجة غير النو ف هيبقى عندي هنا واحد وعندي هنا كده ودي مش هي تابع الحاجة اللي هي مش نيجاتي طيب ابدأ بعد كده اروح على الكلاز التاني ولا ان انا عندي data ادخل على ال sbm هتطلع اللاين زي كده هلاقي ان ال x دي بقت فوق بقت فوق اللاين يعني بقت الحاجات اللي هي فوق اي حد من دول لا فهي فوق كده من نو سي كده بعد كده بعمل ايه باخد الماكس ما بين c1 والc2 والc3 يعني في الاخر السامبل دي ظهرت كم مرة مع مين ظهرت هنا ثلاثة صح كده وظهرت هنا واحد وظهرت هنا اتنين اه هنا واحد يبقى هي خلاص طبع مين طبع الشخص الجديد اللي هم دخل عندي ده اه طبع النو دي شكل لو احلا ان انا عايز اقول ان انا مهتم ببوصدف واي عن زيرو كده طيب ممكن احلاها بطريقة ايه تاني ممكن احلاها بطريقة ايه ايه ال وان وان ان انا بيكون عندي سامبل زي كده اه بيكون عندي سامبل زي المنظر ده ويبقى عايزة ان انا عمل لها اه بقول ايه بص انا هعمل خط ما بين كل خلاص والتاني اعمل ما بين الازرق والاحمر فانا كده خلصت ما بين ايه الازرق والايه والازرق والاشود والاحمر والاخدر اوكي فضل اللي بقى مسلا لو انا جيت اخد الاشود هلين الاشود ماله الاشود جي مع الازرق فانا اجيب الاشود مع الاحمر فخلاص اجيب مسلا ما بين الاشود واد الاحمر اوكي عايزي جيب الاشود مع الاخدر خلاص ماشي نجيب الاشود مع الاخدر جبته تمام خلاص كده خلصت الايه الازرق مع كله والاشود مع كله فاضل الاحمر الاحمر جي مع الازرق وجي مع الاشود فاضل الاحمر مع مين مع الاخدر قد الاحمر مع الاخدر اوكي طيب خلاص اجي بقى بص على الكلاز اللي هو الاخدر ده قال ايه ان انا جبته مع اه جيب قبل كده مع الاشود وجيب قبل كده مع الازرق وجيب مع الايه مع الاحمر فخلاص مش هعمل حاجة فهتلاقي اللي عندك او اللي عندك هتبقى عبارة عن ان في انو مينس وان على الاتنين. اللي هو الان عندي كام? عندي اربعة دلوقتي. اسود وازرق واحمر واخدر. واخدر. فانا عندي اربعة. اضربها في تلاتة. اديني اتناشر. نتجة اسمو على الاتنين. هي اديني ستة. فانا عندي ستة. او اوران الاس بام ستة مرات. اوكي? وبعد كده بيحصل ايه? بايخد برضو الماكسيمم ما بين كلهم. وشوف الجده بتحت جات هنا ولا هنا? هنا ولا هنا? وعد في الاخر يا جات مع النيجاتف كم مرة ومقصدي يعني مع ال بوستوك والنيجاتف كم مرة. وفي الاخر باخد الماكسيم. اوكي? ما ببساطة شكل الاس بام مع المالتي كلوس. الاستاذ اللي جاه دي شوية تفاصيل كتيرة كده عن لو انا عايز احل مسائل. عشان اجيب في الاخر في الاس بام. مسلا في حالة اللينيار. طبعا احنا انتفقنا ان انا لو انا شكلها في الاس بام حالة اللينيار عملت 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 بالاخر اطلع لان الويد بيستوي سمشة متاع الالفا واي اكس. انا عايز اجيب الالفا عشان اعرف اجيب. انا طبعا معي واي ومعي الاكس اسمع مش الالفا. انا عايز اجيب ودور على طريقة تجيب الالفا عشان اعرف اجيب الو. فالله هيحصل ان احنا هنتبع هذا البروستيجر ان انا ابدأ اخد السمبلز معينة للسبورت بكتورز للس وان والس تو والس سري. بحيث طبعا الاس وان عبارة عن اتنين واحد. اس اتنين عبارة عن اتنين وسال واحد. والاس صفر عبارة عن اربعة وصفر. اكي. طيب الاول حاجة بتحصل ان انا ببدأ ازود واحد للسمبلز دي. ازود واحد دي لان انا اصلا عندي معادة الخط المستقيمة عبارة عن دابلو. بيساوي قصد الواي بيساوي دابلو اكس بلاس بي. اوكي. طبعا الدابلو اكس دي انا بفترض ان انا عندي فيتشر واحد. لو عندي اتنين اكس اتنين زائد دابلو وان اكس وان الفردان عندي تو فيتشرز. طيب بالنسبة الى بيس بقى فانا عندي هنا دابلو اه دابلو زيرو. اه مضروبة في البي. اوكي. فاللي حاصل ان انا في دابلو. طبعا الدابلو دي كمتها دايما واحد. لان انا عشان تجيلي ايه. عشان معادة تبقى اسمها اه دابلو اكس بلاس بي. يبقى اكيد الدابلو زيرو بواحد. فانا هنا عايزة دي قيمة التو فيتشرز. اللي هيساعدوني طبعا دي قيمة الاكس. وقيمة الاكس التانية. اه عشان اللي هساعدني ان انا جيب الويت فانا عايزة حط عايزة حط الكيمة دي عشان تساعدني ان انا جيب ال ايه ال W سوري اجتجيب ال base فالكيمة دي دايما واحد فابعندي اتنين اتنين واحد واحد واثنين سلا واحد واحد واربعة صفر واحد دايما ايه بضيف واحد عشان ايه اعرف اجيب ال base طيب طبعا احنا هنا بتلاقي ان ال W W 2 X 2 دي احنا ممكن نحولها اصلا لعبارة عن W X زائد B ويرن دي طبعا دي عبارة عن ماتريكس وده عبارة عن ماتريكس او دي عبارة عن فيكتور وده فيكتور ممكن تعمل كده اللي هو W W ايه W 2 W 1 W 0 اوكي والاكسات هنا برضو يعني انا مش شرط ان المعدلة دي ممكن المعدلة دي يبدل دايما ثابتة مش لازم كل ما يبقى عندي عادة فتش دي كتير اكتر لا ممكن الاكس دي بدأ ما تعبر عن only one feature تعبر عن فيكتور فيكتور فيه فيتشفز كتير يعني وده عبارة عن فالوس كتيرة فانت عندك هنا ال-X2 وده ال-X1 وده ال-X0 مضروبة هنا بعد كده ممكن اجمع زائد ال-Base تبعم سعب بيروح لك الترانسبوز الترانسبوز يعني اننا ده البتاع دي عد اننا خليها كده ال-W 2 W1 اه ايه بقى ال-W0 وهنا تضرب فيه الفيكتور عادي حيث يبقى ده يعني كده ده وما انا هكتبقى احسن X2 X1 وده X0 لو جيت تضرب تضرب ده في ده زائد ده في ده زائد ده في ده هيديك المعدل دي اوكي فانا مش شرطة ابدأ احاول معادلة يا واي بيساوي WX بلاس بي تبقى عمار عن W2 X2 W1 X1 W0 X0 بيز لمعادلة طويلة كده ممكن احاولها تبقى تفضل سابتة بحيث ان X ممكن تبقى feature ممكن تبقى في نفس الوقت بس اسمها W X طيب فانا في الاخر يعني اللي انا فهمتوا لحد الوقت ان انت عايز تجيب الالفا عايز تجيب الالفا فلو سمحت بس تختار وبعد كده جيب لي مضيفة نسميها الاس ده الاس هات والاس تو هات وجده وبحس تضيف لي واحد على بتاع ده عشان اعرف اجيب البيس طيب بعد كده انا ببدأ ان انا اعوض في الفاليوس بتاع ال S1 و S2 في المعادلة دي كمان معادلة دي برضو لها derivation الاسميشن of alpha آآ آآ S1 S1 S2 S1 S3 S1 هيساوي minus 1 ودي الالفا 1 S1 S2 alpha 2 S2 انا نحلها بمسال احسن ان انت هنا عندك ال S1 و S2 كزا وتعود في المعادلة اللي هي فوق دي هتلاقي ان انت عندك الالفا انت مش عارفها بس تعرف ال S1 وال S2 وهنا عارف ال S2 وال S1 وهنا ال S3 وال S1 هتلاقي هنا مثلا اتنين واحد واحد اتنين واحد واحد اتنين واحد واحد دي ال S1 وتحط بقى ال S1 2 3 بعدين هنا هيبقى عندك التانية S2 هي الموجودة ف S2 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 وهنا عندك S1 S2 S3 بعد كده التالتة هتبقى هي اللي سبتها S3 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 وبعدين تبدأ تعمل S1 S2 S3 المهم يعني المعادلة دي بعد ما تحلها هيديك حاجة زي كده اللي هي 6 ألفا واحد زائد أربعة ألفا اتنين زائد ستة تسعة ألفا سري بيسو مينوس 1 ثلاث معادلة متغير واحد هحلهم هجيب 2 ب4 زائد 1 1 2 زائد 1 1 2 فهجمعهم على وعد هديني آآ آآ مش هو لاحظ واحد آآ آآ وانا اتنين في اتنين آآ معلش انا ما بعملها غلط يعني شعرف ازاي الواحد في واحد بواحد والواحد في واحد في واحد فهجمع واحد واحد والاربعة يبقى ستة آآ تمام تمام تيجي برضو تعمل ديا يبقى اتنين في اتنين باربعة واحد في سلب واحد بسلب واحد 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 وسلب واحد هتو реш ما بعض يبقى اتنين باتنين باربعة هدين هنا ايه هدين هنا 4 تمام وهكزا بقي احلي عشان دي جيب الالفا ولو جيبت الالفا وربع في الاس في كل اس هيطلع لي في الاخر ان الويت هيبقى كده عبارة عن واحد صفر سلب ثلاثة يعني الويت لو انا عندي اتنين اكس الواي هتساوي اا دابلو اكس بلس بي ليه هتساوي اا دابلو تو اكس تو زائد ده خط ادماعات الخط المستكمية يعني زائد دابلو تو دابلو اكس وان زائد البيز طبعا لان دابلو التانية بواحد اا سور البيز فهاشيل كل اا دابلو وحط بدلها القناة بتاعتها يعني واحد مضربة في الاكس تو هيبقى اا مش حافظة اكس وان والاكس تو المهم اعتقد ان انا بدأ المعادلة بالمهم هتبقى دي دابلو وان دي هتبقى اكس وان اوكي زائد الترم ده كله يبقى زيرو لان الدابلو تو بزيرو اكي فهبقى مش يبقى في زائد حاجة دي اا ناقص تلاتة هيبقى ناقص تلاتة نعمل كده 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 ناقص تلاتة دي معادلة الخط المستكمية اللي هتعامل هيبقى اكس وان ماينس ري شوف ان داقمة الاكس تبقى بايه اا اعمل لها ماينس ري هتبقى هي الخط اللي هيترسم بحيس يفسل ما بين السامبلز دي تيو دي هحط خط الآن فيه بود نصري اوكي طيب ده مثال طبعا فيه مثال تاني لو انا عندي برضو نبقى بص على مسال ده بعدين او يمكن نبقى بص على خلينا بس انا اشوف فكرة او دي بس فكرة الكيرنلز ان انا ممكن يبقى عندي ال اكس بالوان وطو والوائب اتنين وثلاثة والسيب كذا عايز اطبق عايز اطبق عايز اطبق عايز اطبقهم يعني بحيس ان انا اجيب value او الاليمنت اللي بالاخر خلينا نشوف بس انا حاجة زي كده ان الكيرنل بتاعتي بتقولي ان الكيرنل لو في ال اكس وي بسوا ال اكس ترانسبوز واي تيو فال اكس بواحد اتنين والواي باتنين تلاتة هضرب ديف دي بس سبعا هعمل ترانسبوز لل اكس انا عندي واحد اتنين وانا عندي هنا اتنين تلاتة هعمل ترانسبوز لدي هتبقى عبارة عن واحد اتنين جنب ببعض ودي اتنين تلاتة كده 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 ترى املا ترنسبوز يعني. اه وبعدين اه اضرب بعض وبعدين اعمل تزبار واي. اه كيو. كيو عندي بكم ايل يا ربي ايل باتنين. اه انا بدي بدي مثال يعني هنا دي في برامتر اسمه سي فابقى سي زائد سي بواحد فابقى عندي واحد اضرب بس دلوقت دول واحد في اتنين زائد اتنين في تلات اتنين في تلاتة بستة واحد ايحد اتنين ايبال ديني تمانية تمانية تربيع. تمانية انا مع لي تمانية وبعدين السينة بواحد واحد زائد تمانية اه لكل تربيع هادييني اه التسعة اللي هو اه واحد اتبايك ايه ربنا لوجود اطبق الكرن اللي اسمها اه 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 لو عايز تطبق الهوموجينيس هيبقى عندي الاكس والاي بس تزبور الكيو اللي هي دي ترانسبوز وفي دي هيديني مسلا تمانية تمانية تربيع هيبقى تمانية تربيع بس ما فيش سي تمانية تربيع يبقى باربع وستين طبعا ده برضو مثال الكيرنل اللي هي الاربي اف ده ريد البيسس فانكشن او كيرنل ان انا ببقى عندي كيرنل الاكس والواي بحيث ان انا هعمل فيهم كده الايي توزبور اكس ماينس واي سكوير ёعلى اتنين في ايه في السيجما سكوير هو ديني السيجما مثلا واحد ومدي ال اكس والواي يعرف حلها الاكس ماينس والواي اللي هي الواحد الواحد نقص الاتنينBack والاتنين نقص تلاتة الواحد دي نقص الاتنين دي والاتنين نقص التلاتة يمكن بعمل сам ميشن يعني الاول واحدة نقص اول واحدة زائد اول واحد تاني واحدة نقص تاني واحدة فيبقى عندي واحد نقص اتنين يعني سالي بواحد سالي بواحد تربيع بواحد واللي اتنين نقص تلاتة بواحد واحد تربيع بواحد فواحد زائد واحد باتنين اوكي فانا معي اتنين دلوقتي اللي هو الترمي اللي فوق مينس اتنين بقى لانا عنده ده ده اتنين وده مينس اتنين فاقيتو زبور مينس اتنين على اتنين في واحد يبقى اتنين في اتنين. يبقى ايتو زبار مينس اتنين على اتنين ايتو زبار مينس واحد يديني كسا. فده قمت الايه? الكيرنل الباليو التالتة اللي انا عايزها. طيب اه ده شكل الارب اف مثال عليها وده مثال. وده مثال ايه الهومجينيس? ده مثال الهومجينيس? ده برضو مثال تاني اللي هي اللينير. مش عارفة دي واضحة ولا ايه? اه دي هاي اللينير. اه. افي الكيو افي الكيو اه وان يبقى ده معناه ان انا عايز اجيبه اللينير. فهدرب الاكس في الواي ترانسبوس بس الباور واحد. فكايني مفيش باور ايه. والكل ما بكون واحد يبقى انا كده ايه. هدربوا ما ديه تماني بس. ده كان مثال تاني لفكرة الالفا. اه وهنا مديني اه مديني نقطة اه اربعة واحد واربعة كل النقط دي موجودة طبعة. فكل نقطة دي موجودة طبعة نيجاتيف. اه فاحنا عايزين اه دي الرسومات بتاعتهم. عايزة اه 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 اجيب الاس في ام. طليل يحسن ان انا اختار اقرب واحدة من ال عندي مسلا هنا دي ودي ودي. اني واحدة فيهم اقرب لده دي. ودي عندي دي ودي ودي. اني واحدة في هم فالاتنين دول. فانا عندي اتنين صبورت فكتور هنا وهنا. عندي اه سفر واحد واحد اه الصف اربعة واحد اه ام. فين سفر واحد سفر واحد اربعة. اربعة واحد واربع سآي واحدة فيها اربعة. فدي طبعا الكلاس اسمه اه بوسтив. يعني اللي اتنين ته. ده كلاوس ايه? في اربعة واحد واربعة سآل واحد ده نيجاتيف. دوا النيجاتيف وديب بوستيف. طيب. طبعا بيبدأ قديد في الواحد اللي قلنا عليه في الاخر. عشان نعرف اجيبって البيز. آآ وبعد كده عبده احط في المعادلة B1 S1 S1 alpha S2 S1 alpha 3 S3 S1 آآ بيساوي ماينس 1 هتلاقي دي ماينس 1 دي ماينس 1 آآ وهو عمل اهاتنين ده يعني ما عرفش آآ يعني مش مشكلة. وهو عمل اثنين سملت زي بعض يعني اثنين فبقى بوست بنيجاتيب مش مشكلة ممكن هو آآ سما ده وسما ده عايدة يعني ابتعالي هو الاربعة اصلا الاربعة والسلب اربعة ده بوسط فهو هيخلي عندي اتنين حاجتين اتنين فيهم بيساوي البوسط وهيبدأ يكمل معادلة هتضب الالفة في الاس one زي ما هو كاتب هنا اس one اس one قد اس one اس اس one اس two اس one اس two اس three اس one هتلاعي المعادلة دي بتساوي معادلة دي بلاس one معادلة دي بلاس one احل تلات معادلات يديني الاخر الالفا بديه بسلب 3 وديهم بواحد وكزا الويت هيساوي السامشن بتاع الالفا S1 الالفا بتاع S1 هجمحهم هيطلع لي 1 1 سلب 2 يعني لو عندك 2 features فانت عندك الويت الاولين واحد والتاني واحد والتانية واحد عندك X1 زياد X2 ده المعادل الخط المستقيم يعني اللي يفسي اوكي دي كانت اه الاس في ام طبعا فيه برا يعني اه حاجات كتيرة تانية غير كده بس حاولت ان انا اقول الاشهر الحاجات او الابسط الحاجات اللي هي يعني الاس في في النون لينير اس في في اللينير الاس في في حالة الاوت لاير والاس في في حالة الملتيكلاس كلاسيكيشن اه اتمنى طبعا ديها تكون واضحة